اهلا وسهلا بكل متابعين متابعة الفيزيون اليوم السابع في كل مكان النهاردة سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة ارضية على بعد 189 كم جنوب غرب محافظة الاسكندرية وجاءت تفاصيل الهزة الارضية القوة 3.62 درجة على مقياس رختر وخط العرض 29.8 شمالا وخط الطول 28.84 شرقا والعمق 18.72 كم ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الارضية دون وقوع اي خسائر في الارواح والممتلكات وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار اماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزال لمصر كلها واصبح مستحيل حدوث اي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان اقل من السفر كلينا اقول لحضراتكم ان الشبكة القومية للزلازل من احدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر ومن اوائل الدول على مستوى العالم وشمال افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال حيث يعود تاريخها لاكثر من 150 سنة ولدينا اكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يعود لاكثر من 5000 سنة على الرغم من ان رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل في كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لاكثر من 5000 سنة وهو ما يعطي ثقل وقوة لمصر في رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الاخثر عرضة للزلازل فمصر بعيدة كل البعد عن الاحزمة الزلزالية حيث ان هناك سبع احزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الاحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقي الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر النتيجة اذا مرة اخرى سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد هزة ارضية على بعد 189 كيلو متر جنوب غرب الاسكندرية وجاءت بيانات الهزة الارضية كما يلي القوة 3.62 درجة على مقياس رختر خط العرض 29.8 شمالا خط الطول 28.84 شرقا والعمق 18.72 كيلو متر خلينا اقول لحضراتكم مرة اخرى انه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الارضية دون وقوع اي خسائر في الارواح والممتلكات وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار اماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها واصبح مستحيل حدوث اي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان اقل من السفر والشبكة القومية للزلازل من احدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر من اوائل الدول على مستوى العالم وشمال افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال حيث يعود تاريخها لاكثر من 150 سنة ولدينا اكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يعود لاكثر من 5000 سنة على الرغم من ان رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل في كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لاكثر من 5000 سنة وهو ما يعطي سقل وقوة لمصر في رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الاكثر عرضة للزلازل فمصر بعيدة كل البعد عن الاحزمة الزلزالية حيث ان هناك سبع احزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الاحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلاد المتوسطة القوة ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقي الصدمة العامل الحاكم لتقليل حجم الخسائر النتيجة دي كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالهزة الارضية اللي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل خلال الساعات القليلة الماضية بشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع فتابعونا